موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من السوديوهات سهيل والبداية بأبرز العناوي أحزاب تعز تدين استهداف ميليشيا لانقلاب الحوثية لمعدات شق طريق الكدحة وخطيب الحرية يحذر من خطورة المراكز الصيفية الحوثية موسيقى ميليشيا الحوثية تتخلى عن وعودها بتوفير الكهرباء للسكان بعد فتح ميناء الحديدة بالكامل أمام سفن المشتقات النفطية الدكتور عبدالله العليمي يطالب بالضغط على ميليشيا الحوثية للكشف عن المختطفين وفي مقدمتهم محمد قحطان موسيقى تفاصيل الأنباية استهلها باسم الله الرحمن الرحيم أدانت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز بأشد عبارات الإدانة ما تقوم به ميليشيا الحوثية من قصف وقنص يومي لمدينة تعز ومديرياتها والذي ذهب ضحيته خلال الأيام السابقة عددا من الشهداء والجرحى من المدنيين إضافة إلى استهداف ميليشيا الحوثية الإجرامية اليوم معدات شق طريق الكدحة تعز بهدف إيقاف وعرقلة الطريق الذي يعد متنفسا للمدنيين من الحصار الخانق الذي يضربه الحوثي ضد محافظة تعز منذ ثمان سنوات وقالت الأحزاب السياسية في تعز إنما تقوم به الميليشيا الحوثية من انتهاكات متكررة يكشف همجية هذه الميليشيا وضربها لكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان كما تمثل استهتارا صارخا لكل دعوات السلام الذي يقودها الإقليم والمجتمع الدولي لتثبت للجميع أن السلام مصطلح لا تفهمه جماعة عنصرية عقيدتها القتل والتعالي والاستخفاف بحق الإنسان والحياة ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والقيادات العسكرية إلى عقد اجتماع عاجل لاتخاذ لجراءات الكفيلة بالرد على همجية وغطرسة ميليشيا الانقلاب الحوثية كما أكدت أن تحقيق السلام في اليمن والمنطقة وحماية مصالح الشعب والمصالح الإقليمية والدولية تبدأ بإنهاء سيطرة تلك الجماعة العنصرية الانقلابية وتحرير العاصمة صنعاء والسعادة الدولة التي تمثل كل أبناء الشعب اليمني ودعت أحزاب تعز دول التحالف وفي المقدمة المملكة العربية السعودية للوقوف أمام حقيقة أن السلام مع الحوثي لا يعني سوى تعريض أمن واستقرار اليمن والسعودية إلى الخطر لصالح المشروع الفارسي المتربص بالمنطقة مع ما يملكه من أحقاد تاريخية ضد الأمة العربية كما أكدت أحزاب تعز أن تقديم المجتمع الدولي والدول ذات العلاقة والحوافز للميليشيا الحوثية لن يحقق السلام بقدر ما يهدف إلى الاستمرار في غيها ويهدد المصالح الدولية والأمن والاستقرار الدوليين مطالبة المجتمع الدولي بموقف جاد وحازم ضد جماعة الحوثي التي تقوم بقتل السلام كل يوم أمام سمع وبصر الجميع كما طالبت المجتمع الدولي باحترام القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار سوكهولم والتي تقضي بفتح كافة طرق تعز المغلقة من قبل الحوثي إلى اليوم في ظل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتحدي سافر للاتفاقات والقرارات الدولية هذه المليشية التي تحاضر تعز أكثر من ثمان سنوات اليوم عندما وجدت تعز مترفس عبر طريق الكدحة تحاول أن تغلق هذا الطريق مليشية الحوثي لا تعرف الإنسانية ولا تعرف الأخلاق ولا تعرف أي نوع من أنواع الأخلاق الإنسانية التي يتعامل بها الناس هؤلاء مقرمون قتله لا يعرفون إلا القتل وأخذ الأموال وهدك الأعراض فلذلك هم اليوم يقصفون على المنشآت أو على معدات إصلاح طريق الكدحة وذلك حتى لا تصلح هذه الطريق لأبناء تعز وتكون متنفس ناحو طريق الساهل عدن وهذه القريمة التي ندينها إنما نطلب من القهات الدولية أن تعرف حقيقة هذه الجماعة الإرهابية تداء إرهابي جمعا لطريق حيوي وإنساني لا يمثل أي عائق ولا أي شكل من أشكال الطرق العسكرية إننا ندين هذا الهجوم ونؤكد أن كل من يعد الأقلان بتوقيع أي اتفاقات نحن أعدينا أسلحتنا لهذا الميليشيات التي لن تفهم إلا بهذا القلم هذا القلم الوحيد الذي المقاومة الشعبية تؤمن أنه سيقبر الحوثيين على توقيع اتفاق الاستسلام الذي لا محال ولا مقال إلا أن يأتي هذا اليوم وكما قاوم أحفاد قاوم يحي الرسي الذي كان يشن أكثر من ألف حرب في عهده بمعدل في كل خمس أسابيع حرب لكي يثبت فكرة ولم يستطيع فكيف لهؤلاء الميليشيات في 2023 أن يثبتوا فكرهم الخميني الفارسي الإرهابي الذي لا ولن يمكن أن يقبل به هذا الشعب عبرت اللجنة الوطنية للتحقيق عن استنكارها لاستمرار القصف العشوائي الذي طال عددا من المساكن في مدينيات تعز والحديدة ومارب وحجة والذي أدى إلى إصابة وقتل عدد من المدنيين وسقوط شضايا على المساكن وترويع الأبرياء من المدنيين والاستمرار بعدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتجنيب المدنيين آثار العنف مجددا دعوتها للمنظمات الدولية الإنسانية بتقديم مساعداتها الإغاثية المختلفة للمدنيين في المناطق الصعبة والتخفيف من معاناتهم وزار فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليوم عددا من الأحياء القريبة من مواقع التماس في مدينيات التعزية والمظفر وصالة بمحافظات التعز واستمع فريق اللجنة برئاسة عضو اللجنة إشراق المغطري لشكاوى عدد من المواطنين المتعلقة بحالة الذعر والفزع للمدنيين خلال أيام شهر الرمضان وعيد الفطر المبارك مارس أبريل وذلك بسبب أعمال القنص والقصف الذي استهدف مساكنهم وطرقاتهم من الخروج إلى المستشفيات والأسواق أو الوصول إلى الموارد الأساسية وألحقت بهم أضرارا جسدية ونفسية وصحية أدان خطيب ساحة الحرية في مدينة تعز استمرار ميليشيا الحوثي في طمس الهوية الوطنية عبر استغلال المراكز الصيفية في غرس الطائفية والعنف في عقول الشباب والنشأ ومحاربة التعليم النظامي وقيم الوسطية والاعتدال منذ وصول ميليشيات إيران الإرهابية إلى المدن المختلفة عما الفقر والجهل والقتل والرجوع إلى عهد الظلام لم تفتح مشروعا واحدا ولم تفتح إلا دور الأيتام ومقابر أملأتها بأفرادها ما جعلت للناس من متسع ضيقت عليهم في معاشهم وضيقت عليهم في جميع أمور حياتهم ما تركت شيئا من أبواب الشر إلا وفعلته صادرت أموال الناس وقتلت المساكين وصادرت أموال الفقراء وصادرت اليوم أموال الأغنياء وقفلت الشركات وغدا سيكفر الوطن الذي يسيطرون عليه عرف الناس مشروع الحوثي الظلامي التجهيلي فعزفوا عنه وانصرفوا إلى ما ينفعهم فبدأت بمشروع تدمير الجيل الجديد محاولة غسل عقولهم وتدميرها بعد أن ذهب عنها الكبار هذه الجماعة على امتداد التاريخ مشروعا للدمار والفقر والخراب والقوع والفتك والدم المراق الذي يسال على جنبات الوطن منذ أن دخلا قدهم يحيى بن الحسين الرسي وعلى امتداد تاريخهم تاريخ مظلم لا يمكن لهذه الجماعة أن تبني مدرسة أو تسفلت أو تعبد طريقا أو تنفع إنسانا إنها مشروع للقتل والظلام أقائد منحرفة أتى بها إلى اليمن أجدادهم من إيران ومن يوم وصلوا بدأ الدم اليمني واستباح والأموال والأعراض ودخلت اليمن بحروب لا نهاية لها آخرها حرب الحوثيين وحصارهم على كل الوطن استفزت جريمة اغتيال الشيخ الشهيد عبدالله الباني في يوم عيد الفطر الشعور الجمعي غضبا وتنديدا ومطالبة بالقصاص لتحقيق العدالة والانتصال لدم الشهداء والشهيد الذي غدا قضية رأي العام أكثر من عشرين مسلحا أطلقوا النيران الخفيفة والمتوسطة بذات الوتيرة التي تتطلبها مواجهة عسكرية في جبهة مشتعلة ولم يكن ما حدث صبيحة عيد الفطر في مديرية بيحان بشبوة اجتباكا مع ميليشيا الحوثي بل استهدافا عنيفا وكثيفا رصاص لشخصية مدنية لا تملك سلاحا غير صوتها المنادي بوحدة الصف والكلمة يحظى الشيخ الشهيد عبدالله الباني بتقدير اجتماعي كشخصية اعتبارية محط قبول واحترام الجميع في محافظة شبوة وله بصمته الخاصة والمشرقة في ساحات العمل الطبي والتمثيل المحلي ومواجهة المشروع الكهنوتي الحوثي والسعي الدؤوب إلى خدمة المجتمع ومدننة الحياة والنضال فكريا مع الجمهورية وضد الإرهاب لكن حادثة تصفيته على ذلك النحو المتربص والمعتدي على حرمة المكان والزمان في لحظة فرح عيدي تتمركز فيها شعائر الأمة الإسلامية التعبدية دلت على تعمد مدروس من قبل مجامع القتلة بهدف منح الجريمة الضلال السوداء الكاملة في وحشية التنفيذ والإرهاب الدموي المنظم والمترصد سبق جريمة لاغتيال اعتداءات جسدية لفظية على الشهيد الباني وتخطيط مفضوح التوجهات على العلن الإعلامي وأعين الناس وإرهاب للمصلين ومن حاول تذكير القتل بحرمة الزمان والمكان في لحظتهم العيدية المقدسة في اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الثالثة من مايو ما تزال الصحافة اليمنية تعيش أسوأ مراحلها انتهاكا وتضييقا وتعسفا وملاحقة وأضحى الصحفيون اليمنيون عرضة للاختطاف والقتل والترهيب والتحريض دون أفق قريب لوضع حد لتلك الانتهاكات المستمرة أكد نشطاء وصحفيون يمنيون في اليوم العالمي لحرية الصحافة إن الصحافة اليمنية تعرضت لمذبحة رهيبة من قبل البليشيات الحثية وارتكبت فضاعات وجرائم غير مسبوقة بحق الصحفيين اليمنيين النشطاء طالبوا بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين والعمل على عدم إفلاتهم من العقاب وإطلاق الصحفيين المختطفين والمعتقلين وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وكان الصحفيون الأربعة المحررون من سجون الميليشيات الحوثية أدلوا بشهاداتهم وما تعرضوا له من تعذيب وبطش وسلوك بربري وإجرامي في أقبية وسجون الميليشيات وما لاقوه من انتهاكات من قبل مشرفي وجلاوزة ميليشيات الحوثية الإرهابية وفي هذا السياق غرد الصحفي عبدالله المنصوري شقيق الصحفي المحرر توفيق المنصوري قائلا في اليوم العالمي لحريات الصحافة نذكر بذقية زملائنا المختطفين ونطالب الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي القيام بمسؤوليتها في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وفي مقدمتهم الإرهابي عبدالقادر المرتضى فيما غرد الصحفي عبدالله المنيفي يقول الصحفيون المحررون من سجون الميليشيات الحوثية السلالية أن العنصري عبدالقادر المرتضى شخص مريض وسادي ومدمن تعذيب وذلك انعكاس لحقارة الفكر والمشروع الذي طفح منه فجرده من كل القيام والأعراف بينما كتب وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع قائلا في ذكرى اليوم العالمي للصحافة نستطيع القول أن صحافة اليمنية واجهت مذبحة من قبل الميليشيات الحوثية لم يحصل لها مثير في التاريخ وكان الصحفيين أكثر شرائح المجتمع تضرورا حيث سطت الميليشيات على مؤسساتهم ومقار أعمالهم وقطعت رواتبهم من جانبه تفاعل رئيس المؤسسة العامة للكتاب يحيث لايا قائلا في اليوم العالمي لحرية الصحافة نتذكر أن صنعاء قبل 2014 كان يصطر فيها أكثر من عشرين صحيفة مطبوعة يومية وأكثر من ستين جريدة أسبوعية ومئات المجلات والدوريات المتخصصة والعلمية توقفت كليا وصادرتها السلالة العنصرية وارتكبت ميليشيات الحوث الإرهابية مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والصحافة اليمنية منذ ثمان سنوات تنوعت بين القتل والتصفيات والاختطافات والمداهمة والحجب والنهب لمقار ومؤسسات صحفية وإعلامية أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية دكتور عبدالله العليمي على موقف الحكومة والتزامها بإنهاء ملف المحتجزين وإخراج الجميع على قاعدة الكل مقابل الكل وطالب العليمي خلال لقائه المبعوث الأممي هانس كروبين بمضاعفة الضغط على ميليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها والسماح بتبادل الزيارات لمرافق الاحتجاز والكشف عن مصير آلاف المختطفين والمخفيين وفي المقدمة السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي حرص المجلس والحكومة على السلام والتزامهم بدعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة والوسطاء الإقليميين والدوليين ورحب بكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسة الدولة وتحقيق السلام العادل المبني على المرجعيات المتفق عليها وأشار العليمي خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس قروبين ونائبه معين شريم أشار إلى ضرورة عدم تحويل الملفات الإنسانية إلى ملفات للاستغلال السياسي تحت أي حجج أو أعذار منوها لانعكاس ذلك على حياة أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات المحررة وغير المحررة مشددا أن استمرار ميليشيا الحوثي برفع السقف والتملص من الالتزامات يؤكد للعالم ولأبناء الشعب أنها لا تكترث لمعاناتهم الإنسانية وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي إلى أهمية وضرورة وجود خارطة طريق توضح مسار الحل الشامل الذي ينهي للقلاب ويعيد مؤسسة الدولة كما أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسعيها الجاد والكبير لتحقيق السلام بإفراج ميليشيا الحوثية عن اللواء فيصل رجب لم يتبقى في سجون الحوثية المشمولين بالقرار الأممي رقم 2016 غير القيادي محمد قحطان والذي ترفض تلك الميليشيا السماح له بالتواصل مع أسرته ولا الإدلاء بأي معلومات عنه منذ اختطافه قبل ثمان سنوات وندد العديد من القيادات السياسية والصحفية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بجريمة الإخفاء القسر للقياد قحطان مطالبين بسرعة الإفراج عنه ماجد فضائل عضو الفريق الحكومي المفاوض أكد أن الحكومة الشرعية أبلغت المبعوث الأممي في وقت سابق جاهزيتها للبدء بتنفيذ الزيارات المتبادلة للجميع بدون انتقائية ودون استثناء ونقصد تحديدا أن يكون في مقدمتها زيارة الأستاذ محمد قحطان إذا كان هناك جدية ومصداقية فمتى ما سمح لنا بزيارة قحطان في صنعاء ومخفينا في سجون الأمن والمخابرات فسوف يرحب بهم في اليوم التالي في معرب وأضاف فضائل لن يكون هناك زيارات بانتقائية ولن يكون هناك تبادل بانتقائية وإصرار الحوثيين على استبعاد أي شخصية من الزيارات ومن التبادل فهذا يعني أنه لن يكون هناك جولة مفاوضات جديدة وأوضح أن الحكومة لم تتلقى أي رد من المبعوث الأممي حتى الآن بشأن هذه النقطة ولازلنا ننتظر بدوره طالب زيد محمد قحطان ابن القياد محمد قحطان ميليشيات الحوثي بتنفيذ الالتزام الذي قطعوه على أنفسهم ووقعوا عليه مع الحكومة الشرعية مؤخرا والمتمثل في السماح لهم بالزيارة الأولى لوالده المخفي في سجون الحوثي منذ ثماني سنوات رسالة فاطمة قحطان ابنة القياد محمد قحطان بمناسبة الذكرى الثامنة للإخفاء القسري لوالدها والتي وجهتها لميليشيات الحوثي والشرعية والمجتمع الدولي ومبعوثها والمنظمات الحقوقية والإنسانية يكفي ثماني سنوات من الإخفاء يكفي ثماني سنوات من الحرمان يكفي ثماني سنوات من الظلم يكفي ثماني سنوات من السكوت والتساهل إلى ذلك قال الصحفي أحمد الحاج أن السياسي والقيادية الإصلاحي محمد قحطان يتمتع بروح إنسانية رفيعة وهو محط احترام الكثير من الأوساط السياسية المدنية وعليه ترفع الأصوات حتى خارج حزبه للمطالبة بالإفراج عنه وعلى الحوثيين إطلاق سراح قحطان وإذا حصل فإن الأمر سيؤدي أيضا لتخفيف الاحتقان السياسي في البلد من جهته قال الدكتور محمد الزياد إن الأستاذ محمد قحطان شخصية مدنية وهو معتقل في سجون الحوث لأكثر من ثماني سنوات دون محاكمة قانونية عادلة ولا مراعاة لوضعه الصحي ولا حقوقه الإنسانية ومنعه من أي اتصال بأسرته واعتبر الدكتور الزيادي اعتقال محمد قحطان وتقييد حريته جريمة جنائية وفقا لدسور الجمهورية اليمنية وقوانينها الجنائية الوطنية وانتهاكا إنسانيا صارخا وجريمة جنائية دولية وفقا لأحكام قانون حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ومواثيق المنظمات والمحاكم الجنائية الدولية وأكد الزيادية أن إخفاء محمد قحطان جريمة يعاقب عليها القانون الدولي خصوصا إذا ما علمنا أن محمد قحطان لا ينطبق عليه الوصف القانوني لأسير الحرب في كل القوانين المحلية والدولية حتى يتم المفاوضات على الإفراج عنه في نطاق تبادل الأسرع تعليق رئيس مجلس الشورى اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن داغر على خروج المشمولين بالكرار الأممي زملاء القيادي محمد قحطان من سجون الحوثي بالأمس احتفلنا بحرية البطلين الكبيرين اللواء محمد الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي واليوم نحتفل بحرية البطل اللواء فيصل رجب وغدا إن شاء الله سنحتفل بحرية صاحب الحكمة والمواقف السياسية ورجل الدولة الاتحادية وأحد صناع مشروعها الوطني محمد قحطان مرحبا بكم جميعا صناع المجد بين أهلكم ورفاقكم ومحبيكم ولا نامت أعين الجبناء تخلت ميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الحديدة عن وعودها بتشغيل الكهرباء العمومية عند فتح الميناء أمام سفن المشتقات النفطية داعية للمواطنين العاجزين عن شراء القوت الضروري لشراء الطاقة الشمسية في الوقت الذي صار فيه ميناء الحديدة مفتوحا أمام تدفق الوقود وسقوط أكذوبة ما كانت تسوق له ميليشيا الحوث المدعومة إيرانيا من أكاذيب لتبرر حرمانها سكان الحديدة من الكهرباء ورفع السعر التعرف لتصل إلى أربعمائة ريال للميغالواط الواحد لتباشر ميليشيا الحوث الإرهابية بالترويج المبكر للطاقة الشمسية بمحافظة الحديدة في الوقت الذي يطالب السكان فيه بتوفير الكهرباء الحكومية مع دخول فصل الصيف تقول مصادر مطلعة بأن المنتحل الصفة وزير المالية المدعو رشيد أبو لحوم ومحافظة الميليشيا في الحديدة محمد القحيم يروجون لاستخدام الألواح الشمسية بعد أن أوقف المدعو أبو لحوم إنفاق المال العام على الكهرباء الحكومية في الحديدة واعتبر تشغيلها عبثا حد وصفه متهما أبناء مدينة الحديدة بسرقة الكهرباء وأنزل لجانا مركزية وقطعت الكهرباء عن فقراء اتهامة في وقت نهبت هذه اللجان ما يزيد على 150 مليون ريال ويمنعون عنهم أقل حق وهو الكهرباء وأيضا هؤلاء القوم نقول لأبناء الحديدة الأحرار من من هم تحت حكم الميليشيات أنه لا ينبغي أن يدلوا أنفسهم أكثر منهم فيه ناس جبابره لو كان مواطن مسكين أو قامت عليه وابقم أسكرية سيف ساخن ينتظر سكان الحديدة بعد أن ضعفت ميليشي الحوث الإرهابية سعر تعرفة الكهرباء إلى عشرات الأضعاف ما أعجز غالبية السكان من تشغيل الكهرباء في منازلهم بمدينة الحديدة بينما تسرق ميليشي الحوث الإرهابية مئات المليارات من موانئ الحديدة وتمتد الكابلات الكهربائية إلى فلل ومنازل قادة ميليشي الحوث الإرهابية ومشرفيها بينما تغرغ منازل الآلاف من السكان في الحر والظلام عبد الحفظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة وصل وفدنا من رابطة برلمانيون لأجل قدس اليوم الجمعة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للمشاركة في أعمال المؤتمر الثاني لحركة البناء الوطني الجزائرية بناء على دعوة رسمية من الحزب ويضم الوفد إلى جانب رئيس الرابطة شيخ حميد الأحمر رئيس قسم العلاقات العامة في الرابطة المهندس عبد الله البلتاجي وكان وفد الرابطة عقد لقاءات مع الأحزاب الجزائرية على هامش مشاركته في الدورة السابعة عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت في الجزائر خلال شهر يناير الماضي وأوضح الشيخ حميد الأحمر أن الوفد ناقش مع الأحزاب الجزائرية المخاطرة التي تحدق بالقضية الفلسطينية والاعتداءات الأخيرة التي تشنها حكومة الاحتلال الفاشية بقيادة بن يامين نتنياهو على الشعب الفلسطيني والمقدسات في مدينة القدس المحتلة شيع جثمان الشهيد العقيد علي ناجي طرموش قائد الكتيبة الرابعة باللواء 141 مشاه إلى مقبرة الشهداء بمدينة مارب بحضور رئيس هيئة العمليات وقائد المنطقة العسكرية السابعة وعدد من قيادات الجيش وجمع من رفاق الشهيد وأهله ومحبيه شيعت المنطقة العسكرية السابعة يثمان الشهيد العقيد علي ناجي طرموش قائد الكتيبة الرابعة باللواء 141 مشاه الذي استشهد في جبهات مأرب وهو يواجه ميليشيا الكهنوت الحوثي بعد حياة حافلة بالنضال والمواقف البطولية والمشاركة الفاعلة في جبهات الدفاع عن الوطن والجمهورية المنطقة العسكرية السابعة اليوم حضرت لتشيئ الشهيد القائد علي ناجي ابن علي ابن علي درموش هذا القائد الذي انضم إلى الجيش الوطني في شهر خمسة عام 2015 وكانت حياته حافلة بالعضاء في مختلف الجبهات وكاننا الدور محوري في نجد العتق وصلب وحريبنا خاض الشهيد طرموش المنتمي لقبيلة خولان معارك مقاراعة الكهنوت على امتداد فترة المواجهة مع الميليشيات الحوثية وتصدر الصفوفة في معارك نهم والجوف ورغوان والكسارة والبلق ومختلف المواقع والجبهات وكان نموذجا في الوطولة والشجاعة والتضحية التي تواجها بدمه الشهيد العقيد علي ناجي طرموش رحمة الابرار عرفناه بضلا شجاعا متنقلا بين المعارك من الوادي إلى الجبل إلى السهر رحمة الله عليه كان شجاعا بضلا مدافعا عن دينه وعرضه الشهيد العقيد علي ناجي علي طرموش رحمة الله عليه الذي ما من ميدان ولا من جبل ولا من سهل ولا من وادي إلا وخاض المعارك ضد هذه الفئة الباقية الظالمة فأتل الظلم والكهنوت والتزييف على الشعب اليمني حضر التشييع رئيس هيئة العمليات بالجيش الوطني وقائد المنطقة العسكرية السابعة وعدد من قيادات وزارة الدفاع وجمع من أهل الشهيد ورفاق دربه محمد القليصي لقناة سهيل مأرب تشهد منطقة القبة في مديرية المظفر بتعز انهيارات متواصلة منذ يومي جراء الأمطار الغزيرة ما تسبب بأضرار فادحة لمنازل المواطنين في حارة المناخ والجديري واستمطالب للجهات المختصة للقيام بدورها في إسناد المناطق المتضررة وعمل خلول وتصريح لمياه السيول والمجاري قبل أن تتفاقم المشكلة هذه حارة المناخ المهدتة منازلها بالسقوط إلى منطقة القبة وقسم الجديري بعد الانهيارات التي حدثت يوم أمس أما المنازل في الأسفل فقد تضررت جراء الصخور المتساقطة التي سببت أضرارا كبيرة لهذه الأعمائر كما تضررت سيارات كانت واقفة أسفل الجبل نظروا للبيت هذه وهذا مطعم هذا الباب حقود سنتغلق كامل حق المطعم هذه البيت تضرره من الحجار الذي تفعلته لفوقه أملوا لهم حقا المفروض أن الحكومات ستلتفت للناس هذوم والبيت هذه مهددة إلى النزول هذه اللي فوق اللي في المناخ فوق مهددة هذه الخطيرة والثانية اللي جنبها ثنتين هذه اللي يعني مهددين إلى الهبوط وسببها كلها المجاري شوف أثار المجاري كيف كان الخفية يمكن المجاري هي فكت شقة القبل والقبل نزل قد يكون للسكان يدم بما حدث بحسب أبناء المنطقة الذين ذكروا لنا أن ملاك المنازل العليا تركوا مجاري منازلهم إلى الجبل مما جعل التربة والجبل يفقدون تماسكهم إضافة إلى غزارة الأمطار واستمرارها هذه الأيام مما يحتم على السلطة المحلية التدخل لإنقاذ ما تبقى للحفاظ على ممتلكات المواطنين قال العقيد سالم الكثيري مدير شرطة السير بمحافظة المهرة بأن عدد الوفيات خلال العام المنصر والناتج عن الحوادث المرورية بلغ خمسين شخصا فيما بلغ عدد المصابين مائة وخمسة واربعين مصابة وأضاف الكثيري بأن تلك الحوادث وخسائرها سببها عدم التقييد بالتعليمات المرورية يواصل منتسب شرطة السير بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تنفيذ البرامج المتنوعة والخاصة بأسبوع المرور العربي في أغلب مديريات محافظة المهرة لتوعية السائقين بالتعليمات المرورية للتخفيف من الحوادث والتي تزايدت في الفترة الأخيرة وبهدف رفع وعي كافة السائقين بالإرشادات المرورية خسائر فادحة يدفعها السائقون بصورة مستمرة سواء على الخطوط الطويلة أو داخل المدن لأسباب كثيرة أبرزها السرعة الزائدة وعدم الصيانة الدورية لمركباتهم والناتجة عن تدني مستوى الوعي المروري وبالتزامن مع تدشين أسبوع المرور العربي كثفت شرطة السير بمحافظة المهرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من حملاتها التوعوية والتي تتضمن برامج متنوعة تحت شعار قواعد السير سلوك حضارية تدشين وتحتفل شرطة السير بفعاليات أسبوع المرور العربي المحد الذي يقام كل عام وهذا العام أربعة وحتى عشر خمسة عشر مايو 2023 يتم تدشين أسبوع المرور العربي وفعاليات وأنشطة الأسبوع بهدف التوعية المرورية والذي سيعقد هذا العام تحت شعار قواعد السير سلوك حضاري نشر قواعد المرور للمواطن وتكثيف الحملات الأعلامية وتكثيف المنشورات وبذل مزيد من الجهود من أجل توصيل القواعد والأرشادات المرورية إلى المواطن وبالتالي تخف الحوادث المرورية عندما يعرف المواطن تلك القواعد وتلك الأرشادات تخف الحوادث المرورية الفعالية التي انطلقت من مديرية الغيظة بحضور عدد من القيادات الأمنية وقيادات السلطة المحلية شهدت عرضا رمزيا لمختلف الوحدات الأمنية ومنتسبي شرطة السير لإظهار مدى جاهزيتها لإنجاح كافة البرامج التوعوية والتي ستستمر لمدة أسبوع سواء في الأسواق أو على الطرقات أو الأماكن التي تتزايد فيها التجمعات سيكون أسبوع حافل بالتوعية المرورية حافل بالحد من المخالفات حافل بالحد من الحوادث المرورية سيتم هذا الأسبوع بإذن الله نقلها نوعية للعمل على التوعية في المساجد وكذلك في المدارس وكذلك في الأسواق المتجمعة في الأماكن المتجمعة وبإذن الله سنعمل بكل ما في جهدنا للعمل على الحد من الحوادث المرورية ويكون أسبوع توعوجات بإذن الله تعالى الحملة التي ستنفذ في بعض مديريات المحافظة ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة بعد تزويد السلطة المحلية لشرطة السير بعدد من الدوريات وزيادة أعداد منتسبيها لتتمكن من القيام بدورها دون معوقات وتنظيم حركة السير والعمل على تخفيف حدة الاستحامات وسطا مطالبات بعدم اقتصار حملات التوعية على أسبوع واحد سنويا وجعلها متواصلة للرفع من كفاءة السائقين بالتعليمات المرورية وإلزامهم بتطبيقها أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها أحزاب تعز تدين استهداف ميليشيا الانقلاب الحوثية لمعدات شق طريق الكذحة وخطيب الحرية يحذر من خطورة المراكز الصيفية الحوثية ميليشيا الحوثية تتخلى عن وعودها بتوفير الكهرباء للسكان بعد فتح ميناء الحديدة بالكامل أمام سفن المشتقات النفطية الدكتور عبدالله العليمي يطالب بالضغط على ميليشيا الحوثية للكشف عن المختطفين وفي مقدمتهم محمد قحطان في ختام النشرة لكم مني أطيب المنات قبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة